شبكة شام في حلب أبو مجاهد أهلا بك سيد أبو مجاهد لو تحدثنا عن مهيط الأوضاع الميدانية في حلب نعم صباح هذا اليوم جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وكتاب الأسد في محيط اللواء 80 تزامنا مع قصف مدفع يستهدف المناطق المجاورة لمطار حلب الدولي حيث سمع عدوي انفجارات ضخمة في محيط اللواء 80 كان مصدرها الطيران الحربي الذي يكسف من طلعاته الجوية ومن قصفه للمناطق المخيطة لللواء 80 في محاولة لقوات النظام استعادة السيطرة على هذا اللواء المهم بسبب قربه من المطار حلب الدولي فيما عزز السوار تواجدهم وأرسلوا تعزيزات لدعم ومواجهة قوات النظام التي تحاول التقدم باتجاه اللواء ولا تزال هناك اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظات كما جرت اشتباكات عنيفة أيضا بعد منتصف الليل بين قوات النظام والجيش الحر في بلد التلعرن التي تقع شمال مدينة أسفيرة في محاولة أيضا لقوات النظام التقدم على تلك الجبهة ولكن السوار استطاعوا صد هذا الهجوم وإجبارهم على التراجع وأوقع حوالي 30 قتيل من قوات النظام كما أن الأطراف الشمالية أيضا لمدينة حلب أيضا شهدت اشتباكات عنيفة بين الحر والنظام حيث حاولت قوات النظام أيضا التقدم باتجاه حيبن يزيد مستغلة الأوضاع والخلاف بين لواء شهداء بدل من الجيش الحر وعناصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام هذه المناطق التي شهدت اشتباكات تشمل كل من حيء الخالدية وحيء الأشرفية علما أن الجيش الحر عزز تلك الجبهة ووصلت تعزيزات الجيش الحر إلى الأطراف الشمالية من مدينة حلب سيد أبو مجاهد بالعودة إلى موضوع القصف على مناطق حلب الشرقية الذي حدث صباحا اليوم هل معلومات مفصلة أكثر عن هذا القصف الذي جرى ما نتائجه ما الذي تمخذ يعني كيف كانت أضراره على المدنيين من سكان المدينة نعم استيقظ كما ذكرنا أهالي مدينة حلب في الأحياء الشرقية على وقع قصف الطيران الحربي والصواريخ صباحا هذا اليوم من يوم الجمعة على اللواء 80 ومناطق قريبة منه حيث درت اشتباكات عنيفة بالرشاشات السقيلة في محاولة لقوات النظام التقدم واستعادة السيطرة على نعم نعم سيد أبو مجاهد أنت ذكرت ذلك أنت تحدث عن السكان العاديين في المناطق المدنية الموجودة في تلك المناطق التي تم استهدافها نعم بعد القصف العنيف التي تشهده تلك المنطقة في محيط المطار أغلب السكان في تلك المنطقة قاموا بالنزوح إلى مناطق أكثر أمانا في تلك المناطق ولم تسجل حتى هذه اللحظات أي إصابات في صفوف المدنيين في حيث شكرا من حلب المتحدث باسم شبكة شام في حلب أبو مجاهد